من هو صالح العروري الذي أعلنت حماس عن اغتياله من مسيرة أو عبر مسيرة إسرائيلية هو موليد 1966 من قرية عرورة قرب رمالة حصل على باكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل صالح العروري هو أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية يشغل منصب أو شغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عام 1990 اعتقل الجيش الإسرائيلي العروري إداريا دون محاكمة وفي عام 1992 أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العروري وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2010 تم الإفراج عن العروري ثم ترحيله أنذاك إلى سوريا استقر فيها ثلاث سنوات قبل أن يغادرها ليستقر في لبنان بعدها تم اختياره عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس تعلم إسرائيل جيدا من هو صالح العروري لأنه كان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار أو ما عرفت إعلاميا بصفقة شاليت عام 2015 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن العروري وفي عام 2017 أعلنت حركة حماس انتخاب العروري نائبا لرئيس المكتب السياسي في السابع والعشرين من أغسطس 2023 وعد بن يمين نتنياهو باغتيال صالح العروري وفي العشرين من أكتوبر من هذا العام كشفت صحيفة USA Today الأمريكية أن إسرائيل أطلقت عملية مطاردة دولية لاستهداف القيادي البارس في حركة حماس صالح العروري وهو ما تم بالفعل منذ ساعة من الآن 2 يناير 2024 تم اغتيال العروري في الضحية الجنوبية في بيروت